Good morning ladies and gentlemen شوانكم شاخباركم إن شاء الله تمام بخير وصحة وسلامة اليوم راح ناخذ درس بسيط للشخص المبتدئ جدا 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 باللغة الإنجليزية اللي يحس انه هذي اللغة صعبة وشقد ما حاول كلماتها ولفظها وطريقة قواعد مالتها صعبة ومدى يعني تكون تمر عليه بطريقة سلسة فهذا درس بسيط جدا لكم حتى ينطيق حافظ على انه تستمر شيء فشيء حتى تتعلم اللغة الإنجليزية وتتعلم التواصل ويها ركز احنا النقطة الأساسية بدراستنا اللغة الإنجليزية وتعلمنا إلها هو أنه نتواصل ويا أشخاص آخرين فهذه الفكرة الأساسية حتى نتواصل ويا أشخاص آخرين يحتاج أنه وقود لغوي الوقود اللغوي هو المفردات فكلما زادت عدد المفردات مالتك كلما كانت عندك إمكانية المراوغة والمرونة في الكلام في اللغة الإنجليزية فإحنا عادة بكل درس ننطيق مجموعة مفردات عبارة عن وقود تمشي كفت 15 كيلو بعد هذا نضيف لك عينة أخرى حتى تأخذ مسافة أبعد فعدنا الكلمات اللي إحنا ممكن نستفيد من عندها هذا اليوم هي الكلمات الأساسية اللي نحتاجها بحياتنا اليومي لاحظوا أنه العائلة البريطانية والأمريكية والكندية يحتاجون أربعمائة كلمة حتى يتعامل ويا أفراد العائلة على مدار اليوم يعني يتداولهم مو أربعمائة كلمة يتحدث لا أربعمائة كلمة أساسية هذول يستخدمهم بطريقة داولية فعدك مثلا أبوك براثر بوك كتاب براثر أخ براثر فاتش راح تسوي إياي اتدرب وياي عادي الفيديو أكثر من مرة وراح يكلفك عشر دقائق كاميرا كاميرا اللفظ معالها مو كاميرا كاميرا كار سيل فون سيل فون تلفون دوتر دوتر أو دوتر دوتر براثر براثر دوتر أو دوتر إذا تريد تلفظها ممكن بالبريطاني عادة إن الناس يميل إنه لفظ الرائع شوي عند ما يحبه فيقول دوتر أو دوتر أو دوتر أو دوتر أي وحدة من عندهم ها مشي إنه توصل فكرة للطرف المقابل إنه هاي الكلمة هي بنت أو بنت يعني أحد أفراد عائلة فاملي مو فاملي 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 فاثر 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 هر مثل النهر بالبيئة هر هز اللي هي هذي اللي نخليها للتملك أوكي فهز بوك كتابه فهذه اله اللي بالنهي احنا نخليها بالإنجليزي بالبداية ما ريد أتخل بتفاصيل هذا القواعد حتى ما تكون شائكة جدا عليكم فهذه هز 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 هاوس اللي هو بيت هزبند اللي هو زوج إز اللي ما إلها مقابل باللغة العربية تيجي داخل الفعل بطريقة أخرى في وقت آخر isn't or is not it it هذا الضمير اللي يستخدم لأي شيء غير عاقل وبيتفرعات أخرى key مفتاح laptop laptop mother my مثلا my book كتابي name اللي هو اسم no اللي هي نفي لا no our اللي هي determiner أو أعدات التملك للجمع مثلا our house فبيتنا فإحنا ما نقول النا بالأخير هما يقولوها بالبداية فour house pen قلم purse purse اللي هي عادة تكون محفظة جلدية صغيرة بس شوية طولانية تحتفظ بها النساء بالنقود أو الممتلكات الخاصة بها sister اخت son اللي هو ابن the أداة التعريف ال هذا اللي عندنا ال الكتاب مثلا their هذا اللي احنا نستخدم مثلا their book كتابهم this this is هذا هو بس هنا is مو معناها هو this this is this is بالعربي اثنين هم معناها هذا wallet اللي هي المحفظة الخاصة بالرجال wallet watch 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 what what or in بعض اللهجات نقول what 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 whose 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 book is this لمن هذا الكتاب wife wife yes and your yes اللي هي نعم your اللي هي تعود إلك مثلا your watch ساعتك فهذه التجمعة أأكد لك إذا حفظتهم راح تبدأ تكون جومة بسيطة جدا مثلا تقول my name's اسمي مثلا my name's جافر my name's موسى my name's مصطفى my name's هارون my name's جوزيف I don't know or I don't know اثنين هم صح I don't know or I don't know إذا تقول I don't know يعني انت شوية بها مرونة ما تحب تثقل على نفسك بالجهد فما تحتاج تقول I don't know مجرد تقول I don't know Excuse me Excuse me Excuse me عفوا تفوت طريق تقعد تريد تأخذ مجال تريد تستأذن من شخص فتقول Excuse me Excuse me عفوا Thank you شكرا هسا نيجي نكون بعض الجمل للتدريب حتى نستفيد من عندهم ونشوف طريقة استخدامهم فمثلا عدنا إذا تريد نستخدم هذه الكلمات احنا تشوف تدريجيا تنحاول ننضيف هذه الكلمات ضمن تجميع الجمل حتى تبدي تكون جمل تتواصل بياها ويا الأشخاص والآخرين فتقول Anne is my sister Anne is my sister Anne is my sister Anne أختي بس هذي إز مو هي Anne is my sister مو Anne she is my sister نو Anne is my sister Tom is my brother Tom's my brother أو Tom is my brother إذا بتجديد بل استرسال بالكلم من قلت Tom's my brother Tom's my brother this is my house this is my house whose book is this whose book is this لمن يعود هذا الكتاب أو لمن هذا الكتاب whose book is this it isn't your book or it is not your book هذا مو كتابك it is not your book or it isn't your book تلاحظ your book كتابك في بالإنجليز يقول كتاب كتابك is this your camera لتشوف نقلبها حتى يصير سؤال بدل ما this is your camera نقول is this your camera what's your name what's your name or what is your name اللي تكون chunky أو مقطع أو تقول what's your name what is your name what's your name what's your name what's your name ملاحظة قواعدية بسيطة جدا the structures in this unit are possessive adjectives لها صفات تملك negatives and simple present tense هذولي احنا اللي راح ناخذهم هذي شون استخدم صفات التملك اللي هي أسمى يعني صفات تملك تسمي قواعدية خلي أجنبها حاليا لان احنا هستونا بعدين ننضج اللغة بطريقة سلسة وبسيطة فإذا أكو طريقتين بالسؤال بالإنجليزي الأساسيات اللي هي what is what do what is مثلا what is your name شنو اسمك what do اللي نسأل بها على فعل يعني action معينة الشخص دي يسوي أو تسأل على حاجة فنسأل على شي فتقول what is مثلا what is this what is this أوكي أو تسأل على action فتقول what do you do what do you speak where do you go where do you eat تسأل أين تأكل أين تذهب هذه الأسئلة الطبيعية فهنا أنا تشوف الإعلام يدأ يقول what's your name what is your name ندمجهم نقول what's your name بالمحادثة ندمي للإسترسال إحنا ما نقول كيف حالك بالعلاقي شلونك فهذه مدموجة what's your name بالنسبة للشخصين سواء ذكر أو أنثى فيقول my name's jim benson my name's jim benson my name's peggy benson هذي اسم اسمي هو كذا what's your name my name's my name's benson and my name's ann benson فهذه يسموهم benson family اب و ام زائد اطفالهم اللي هو tom and ann tom is my son إذا تريد قدمه فتقول tom's my son tom هو ابني peggy is my wife peggy اسمها هي زوجته ann is my daughter ann is my daughter تذكرها كلمة daughter اللي بخذناها بالبداية قبل شوية فهذه هي الكلمة tom is my son and jim is my husband إذا peggy تريد تقدمهم ann is my daughter ann هي بنتي dot ann is my daughter peggy is my mother إذا هو الابن دا يريد يقدم جيم is my father دا يقدم الأب مات وإذا البنت تريد تقدمهم فتقول peggy is my mother jim is my father and tom is my brother فتلاحظ أكو تبادل بالتقديم هنا فإذا الوالد دا يريد يقدم ابن فيقول this is my son هذا ابني this is my son this is my daughter this is our son هذا ابن إذا الأب والأم فجمع راح يصير this is our son this is our son فهذه التسمية هنا لتلاحظ تشوية تتبدل this is my house تلاحظ كلمة this اللي أخذناها بالبداية قبل شوية فهي دنشوف شون تتصرف داخل نطاق الجملة this is my father إذا البناية هي و أخوها دا يقدمون this is her father الامرأة زوج تريد تقدم زوج بس شو تقول هذا هذا أبوها أبوها فهو القصد من هاي الصورة حتى يقول لك her شون تستخدم فها أب أبوها بس بالإنجليزي مقلوبات this is their father إذا هما الأخو والأخو زادهم فدي قدمون أبوهم فدي قلون this is فهي قل this is their father الأم this is their father or this is her father إذا أبوها أو this is his father أبو this is his mother هسا الأب رح يجي قدم this is her mother this is their mother فهذا الأب داي قدم الأم للأولاد يعني داي قدم هم فداي قول هذه أم هم this is their mother this is their mother هسا نجي نريد نقول هذا شيء وهذا شيء لا منفي يعني مثلا this is my book this is not my book هذا كتابي هذا ليس كتابي this is my book الأحمر this isn't my book or this is not I أحب أقول this is not حس شوية أرتب بس اثنين هم نفس المعنى it's your book هذا كتابك this is my book it's your book this is not my book هذا مكتابي this is your book هذا كتابك this isn't my book it's it isn't your book هذا مو كتابك it's Anne's book هذا كتابها طبعا احنا مننقول book ممكن نستبددها بأي شي microphone camera watch saa car أي شي it's it's book كتابها whose book is this the alida say whose plant is this whose light is this whose laptop is this is this your camera is this your camera no it is not it's his camera it's his camera this is your camera is this your camera no it is not it's her camera شن معناها it's her camera يعني كامرتها this is your camera this is your camera yes it is حس الدرب ويا على هذا التدريب شون أقول هذا قلمك أو قلمت كرر ويا إذا أريد أقول هذا قلمة بعدين يسأل is this كمل ها بعدين yes it is is this your pen yes it is حس نشوف هذه محادثة بسيطة مجموعة دا يتحدثون أكو تلفون داق فنقول whose cell phone is this whose cell phone is this تلفون من هذا I don't know هذا يعني الأب ممكن يقول I don't know تتلاحظ التي لأنه شوية ثقيلة في من الفضها بنفس التجديد I don't know I don't know excuse me is this your cell phone excuse me is this your cell phone excuse me is this your cell phone no it is not or no it isn't excuse me is this your cell phone ديف تر عليهم واحد 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 no it isn't excuse me is this your cell phone هماتين عادة شون هيا yes it is thank you بس ان انا من قول thank you يعني بدون مشاعر بدون power بدون emotions دين اللغة هي عبارة عن emotions عبارة عاطفة عبارة عن طاقة فضروري واحد يسوي لها incorporation او تضمين بconversation بالمحادثة conversation 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 فهذه كانت مراجعة بسيطة للشخص المبتدئ جدا شون يكون سؤال شون يتعرف عالضمائر هذي انا وانت وهم ونحن شون يدل هذا وهذا وهؤلاء وأولئك باللغة الانجليزية طريقة بسيطة جدا ومسلية اذا حابين هذا الدرس ممكن نستمر عليها بالدروس الاخرى باذن الله اذا شاركتوا الفيديو وانطيتونا دعم بالمتابعة وتعليق انه هذا الفيديو انا حسيتها مناسب الي يارت تستمر ربي يحفظكم